وزير الحج والعمرة السعودي نهار 4 أكتوبر ثم في نفس الاجتماع وقال توقع على اتفاقية بخصوص ترتيبات نقل حجاج الملكة المغربية مع الشركة السعودية كان عنا إشكال العام الفاية تحلنا الآن تدخل ديال سيد وزير الحج والعمرة ثم لجنة الملكية الحج عقدت الاجتماع دياله لأنه لك تسير الأمور ديال الحج نهار 9 نوفمبر 2020 ثم توقع تحديد لوائح الحجاج المستفيدين الذين تم انتقائهم من المسجدين في القرعة الخاصة في هذا العام 34 ألف حج تنظيم الرسمي 22500 تنظيم الوكالات الأصفار السياحية 11500 تحديد مصاريف الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي 66265 درهم فاصلة 50 تحديد تاريخ الآدمة بين 22-21 يناير انتقاء المؤثرين ومرافق الحجاج حسب حصة كل عمل أو إقليب معدل مؤثر واحد لكل 47 حج تحديد أعضاء البيعتات الإدارية والعلمية والطبية والإعلامية وإيفاد أول فوج يوم سعود مايه 2024 عقد الشماعات مع الشركتين النقلتين تكتيف البرامج التوعاوية عبر وسائل الإعلام إعداد وتسجيل وصلات التوعاوية خاصة بالحج وبالتعالى القنوات المختلفة إعداد أدوات توجيهية وإرشادية العمل بمبادرة طريق مقابمة الضر البيضة للخيرات في الإجراء المتخذ من قبل الجهات السعودية المتمثل في تسجيل الخصائص الحيوية تنسيق مع القطاعات والمؤسسات وليئات الأعضاء في اللجنة الملكية للحج المتدخلة في هذا الملف الترتبات مع الجهات السعودية يعني كثيرة فيما يتعلق بالسعر نفس سؤال سعر الحج فيما يتعلق بسعر الحج تركيبات السعر الحج تحكموا الخدمات المقدمة للحج جواة الشمال تذكيرات الصفر السكن بمكان مكرمة تغذية وجبتين الفطور والغداء النقل بين المدن والمشاعر الخدمات الأساسية والإضافية يعني السعودية رسوم التأمين والتأشيرة سعر الصرف المطبق في العملية الخاصة بالحج يعني عن طريق بنك المغرب وقد حديدت مصاري في الحجات السنة كما قلنا 66.085.50 جدير بيديك الزيارات التي تعرفها تكلفة زيادة لتكريفها الحج بين الفينة والأخرى راجعة إلى الخدمات وإلى الرصم على كل حال أريد أن نقول أربعات الحويج أولا اللجنة الملكية الحج هي التي توافق على هذا السنون بعد أن تقدم لها البيانات ثانيا كل الأشياء المتفاوضة فيها تشترك فيها عدة وزارات ليست وزارة الإسلامية بحدها ثالثا السعر الذي نقدمهناه هو أقل من سعر أي جهة خصوصية مع أن الخدمات ليست أقل فلذلك القضية أحبوك لا يوجد شيء إشكال ليس باتemente 2 3 4 0 0 0 0 0